اهلا بكم في النشرة الاقتصادية شهدت البحرين تقدما ملموسا نحو تحقيق النمو في الربع الاول من 2016 حيث حققت المملكة نموا اقتصاديا بمعدل 4.5% وهو الاعلى منذ 2014 وذلك بقيادة قطاع النفط الذي حقق نموا بنسبة 21.1% على اساس سنوي وفقا لتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادري عن مجلس التنمية الاقتصادية وأشار التقرير إلى مرونة الاقتصاد غير النفطي الذي وصل نموه واستفاد من حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى في البنية التحتية حيث أدرجت مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار أمريكية في مناقصات ضمن برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية في حين تم البدء في مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بحوالي ثلاثة الأضعاف بالمقارنة مع سنة الماضية كما حققت مشاريع القطاع الخاص تقدما جيدا بما في ذلك المشاريع الرائدة ومنها مشروع الخط السادس في شركة ألمنيوم البحرين ألبا بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11 مليون و374 ألفا وثمانمائة وستة أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح مستثمرين من خلال مائتين وثمان وخمسين صفقة وتداول المستثمرون خلالها أسهم عشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم إحدى عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأولي في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات جاءت مجموعة البركة المصرفية في المركز الأول من حيث القيمة وحل في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد